اشتركوا في القناة كل الاحصائة التي تصدر بأرقام لها دلالات لها دلالات على واقع الحياة فلا يمكن لي احصائية في السياسة في الاقتصاد في الاجتماع في أي مكان في الصحة في التعليم في كل شيء في الزراعة والصناعة أي احصائية لها دلالاتها ومدلولاتها ونتائجها التي يقاس عليها فبالتالي عندما تصدر الحكومة الإحصائية في الشهر الماضي شهر عيلول تقول فيه انه اكثر من ستة آلاف حالة طلاق حصلت في العراق خلال شهر واحد اكثر من ستة آلاف حالة طلاق بمعنى يعني يوميا بين 200 إلى 250 حالة طلاق يوميا بمعنى أيضا عشر حالات طلاق في الساعة الواحدة عندما تستمع إلى هكذا احصائية فبالتأكيد لها دلالات هذه البيانات وهذه الاحصائيات على واقعنا ومثل هيك احصائية تحدث عن الطلاق لابد انه دلالاتها تتعلق بطبيعة المجتمع باستقرار المجتمع بالأمن المجتمعي بحالة المجتمع يتماسك المجتمع العراقي عندما تكون حالات الطلاق في المجتمع العراقي قد وصلت إلى هذا الوضع فهناك أسباب فلازم نبحث عن الأسباب حتى نعالجها ليريد يعالج طبعا تحدث عن السلطة السلطة لا تعالج لأنه هي السلطة سبب هذه الحالات هذه السلطة من عام 2003 لحد الآن سبب هذه الحالات لم يشهد العراق مثل هذه الحالات في حياته مجتمع كان متصالح مع نفسه باحترام لهذه الصلاة لهذه العلاقة الطيبة علاقة الزواج علاقة بناء الأسرة الأسرة الهقيمة الآن الأسرة ما الهقيمة هذا وقع الحال هذا ما تدلل لأنه شنو عشر حالات طلاق في الساعة الواحدة مئتين إلى مئتين وخمسين حالة طلاق في اليوم الواحد كانت كبيرة والحلول غائبة طبعا هذه السلطة ليس لها أي علاقة الحلول يعني هذه مرة أخرى ونعيدها ويجب أن نعيدها عندما كثرت حالات الانتحار وذهبوا لعادل عبد المهدي وكان رئيس وزراءه وقالوا أن الناس تنتحر فسألهم عن الطريق قالوا ليس شمروا نفسهم من الجسر ما للجسر فقال طيب علوا السور ما للجسر حل القضية برفع السور ما للجسر يعني وكأنه حالات الانتحار ستنتحي وتتوقف إذا ما رفع سور الجسر لا يستطيع المنتحر أن يعبر ما هو مقرر ينتحر إلا ينتحر يشمر نفسه بالشط من الجسر وينتحر بالكهرباء يغل بنفسه طلقه يقتل نفسه يشمر نفسه جوه القطار نعم ما أدري طرق كثيرة بس هي القضية هي هذا الحال لو أنت تحل القضية من أساسها من جذور هو تسأل لماذا تنتحر الناس فليريد يحل قضية لماذا يترتفع نسب الطلاق في العراق يجب أن يذهب إلى الجذور لماذا يسأل السؤال الكبير لماذا سيجد أن الوقع الاقتصادي رقم واحد القدرة الشرائية خفضت بشكل كبير وضع اقتصادي صعب الفقر زاد مسحته زادت وزاد اعداد الفقراء وزاد اعداد العاطلين عن العمل فهذه كلها اسباب لفقدان الامل عدم القدرة على الصرف على البيوت عدم القدرة على اعالة عوائلهم فيذهبون النساء ورجال الى عدم القدرة على حتى الانجاب واذا ما انجبوا غير قادرين على تربية اولاتهم واسمعنا في العراق وهذه من الحالات النادرة لم تكن العراق في يوم من الايام صارت عند حالات كثيرة من بيع الاطفال عوائل تبيع اطفالها هذا جزء من هذا الانهيار المجتمعي ومن هو المسؤول عندما عندما لا توجد الزراعة لا توجد الصناعة لا توجد وظائف لا توجد قدرة على الصرف لا يوجد مصدر للتمويل وين يذهب للإنسان هذا اللي عند عائلة يتزوج كثيرين يعزفون عن الزواج نسبة العنوسة الآن زادت عدنا سواء عند الرجال عد النساء زادت كثيرا لماذا يهاجر الشباب إلى الخارج ما هذا كل جزء من عنده اوضاع اقتصادية متردية بطالة فقر هي ازمة اجتماعية واهرة اجتماعية كبيرة تأدي لتفكيك المجتمع اما توعية وملصقات ومعرف منه بالسوشيال ميديا وتدعون الناس مدري شنو وتلفزيون وتسولي برنامج هذا ما يحدث المشكلة هذا الناس تضحك عليكم المشكلة تنحال أن ما تحلون لوضاع الاقتصادية وتعالجون الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي المتردي والأمراض وسوء الخدمات والتعامل والقانون والعدالة كل هذه مجتمعة هذه كلها مجموعة واحدة هذه لا يمكن تفريقها هذه كلها جملة واحدة مثل عنقود العنب كتلة واحدة وبحبات كثيرة كلها في عنقود واحد عندها تفرطهم ما تقدر تلمهم هذه كلها واحدة مثل ما يقال بالانجليزي بقيتش واحد لا يمكن تفريقها أنت يجب أن توفر عدالة توفر حقوق إنسان توفر اقتصاد جيد تعالج الفقر تعاجل البطالة تعالج الأمراضة تعالج سوء الخدمات هذا كلها تعالجة سينخفض سينخفض نسب الطلاق عندما تحترم المجتمع وتكون بأسس وقوانين وقيم عالية وتعلم الناس على القيم وتحترم القيم أنت كسلطة وتخلي الناس تحترمها عندما ينتهي الفساد لأن المواطن البسيط الفقير عندما يشوف الفاسدين عندما يلاحظ الفاسدين يأخذون أحسن الوظائف وحسن البيوت وسيارات وسفر للخارج وعوائلهم ولا شهادة ولا كل شيء ماذا يفعل بحياته كيف تريد منه أن يتفائل وكيف ممكن أن ينظر إلى الحياة سينظر إلى الحياة بمضارس أسود ما عنده قناعة لا بيكم ولا بالحياة ولا بال ما عنده ثقة بالغد مع استغفر الله يعني الإيمان بالله يفتح الطريق إلى النور ويخليه يتفائل لكن كثرة كثرة المشاكل وكثرة الهموم وكثرة الأزمات على رأسه تجعله يفقد وعيه في مجتمع تحاولون أن تجردوا من قيمه فهكذا يصبح أزمة مجتمعية كبيرة الطلاق وهذا كله يؤثر على يعني تماسك المجتمع على الأطفال على الناس على الزواج على الحياة على كل الرؤية هل تعرفون أنه هذه هذه دلالات هذه دلالات أن القام أو النسب للطلاق تزيد وهذه النسبة هي تقول الحكومة ربما اللي خارج المحاكم واللي خارج اللي لا يسجلها ربما أعلم هذا ربما أكثر من 12 إلى 15 ألف حال الطلاق بالشهر وهذه كارثة كبيرة في العراق لم يشهد العراق مثل هذه الكارثة هل تدركون ماذا فعلتهم بالعراق إلى 21 سنة هي هذه الديمقراطية التي جابت أنها أمريكا هي هذه الأحزاب التي يصدعون أنها جاءت من مصلحة العراق وتوصلت العراقيين وما لها علاقة في شيعي وسني وكردي ومعربي ما لها علاقة لها علاقة بناس يخافون على وطنهم يخافون على ناسهم يحبون ناسهم يخافون على ابن الجنوب مثل ما يخافون على ابن الغربية مثل ما يخافون على ابن الشرقية مثل ما يخافون على الشمال الكردي والعربي والمسيحي والمسلم يخافونه ليه مدام عراقي ويسعوني لخدموه وكل اللي بل سلطة هم موظفين عند الشعاب هذه ما حد يفتهمها مواكب وطلقات وميليشيات وحمايات وطيارات خاصة وفلوس ومعامل ومصانع بالخارج ومصيبة وانهيار كامل وميليشيات وجرون الناس لحروب ومصايب والشعب ما يدفع الثمن هذا وقع الحال المتردي أشكركم أعزائي المشاهدين وأترككم بخير وقت هذه الحلقة قد انتهى إلى أن ألتقيكم في حلقتنا الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر